الفاسدون في العراق محميون بنفوذ مسؤولين فاسدين ايضا بهذه الكلمات تؤكد لجنة النزاهة البرلمانية ما وصل اليه حال الدولة المسيطر عليها من قبل الاحزاب الفاسدة مسؤولون جمعوا اموالا طائلة على حساب المال العام في ظل غياب القانون والعدالة وسرقات ضحيتها خزينة الدولة قدرت ب300 مليار دولار واربعة آلاف مشروع ما بين متوقف ووهمي بحسب تقارير هيئة النزاهة ووزارة التخطيط لكن الجديد في ملف فساد احزاب السلطة هو ما تناقلته انباء صحفية بشأن مقترح صفقة قدمه عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر يقضي باعادة 90% من اموال العراقيين المسروقة مقابل اسقاط جميع الدعاوى القضائية والملاحقات الدولية بحق سراق المال العام كوجر قال ان نجاح المقترح يعتمد على نية المتهمين باعادة معظم ما سرقوه من اموال الى خزينة الدولة مقترح قوبل بسخرية واسعة وسيل من الانتقادات من قبل مختصين بملف النزاهة ومواطنين باعتباره طوق نجاة للفاسدين وتبديد شامل لجهود مكافحة الفساد في العراق المقترح الاخير جاء معاكسا لتسريحات الكاظمي خلال زيارته الاخيرة الى واشنطن التي قال فيها ان الحكومة اجرت محادثات مع مؤسسات قانونية دولية لتعقب الفاسدين وصفقات الفساد وكلامه عن اعادة النظر بالتشريعات القانونية الحالية التي اتاحت للفاسدين استغلالها فيما عد برلمانيون دعوات عقد صفقة مع الفاسدين تأييدا لسراق المال العام ودفاعا عنهم لكون تلك الاموال هي ملك لجميع العراقيين ومن جهة اخرى يقول مختصون في قضايا الفساد المالي ان الهدف من اطلاق هذه الدعوات هو اعادة الاموال المحتجزة للفاسدين في البلدان الاخرى الى العراق لتسرق مرة اخرى تحت ضغوط سياسية وحزبية وهي طريقة تمارس اصلا من جهات متنفدة منذ عام 2003 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة